من جديد نعود لكم لكن المرة هذه من مركز الاقتراع بحي الورد تحديدا في المدرسة الابتدائية بحي الورد واحد معنا سيكمال معلاوي رئيس مساعد بمركز اقتراع سيكمال خلينا نحكو على حضور مبدئيا توا نص النهار نشوفوا انه حضور ضعيف لهنا كيفاش كان الصباح هل انه تم معناها رصد عدد كبير من الناخبين جاء الصباح اللي هنا الحمد لله تم رصد عدد الناخبين منذ ساعة السابعة صباحا بكثافة معناها بكثافة شديدة تنجم دخول والحمد لله ولم نسجل اي تجاوزيات بالنسبة عدد المقترعين الى حد الان عدد المقترعين الجملي لهذا المركز هو 1795 ولحد الان نخبه اكثر من ثلث الناخبين معناها قدوا عمليةهم الانتخابية اسمعنا في اكثر من مركز انه تم عدد من التجاوزيات في المركز هذا تم شرصد تجاوزيات تم شرصد خروقات معناها صارت بالعكس بالنسبة للمركز حي الورد واحد لم نسجل الى حد الان اي تجاوزات كان ثم ارياحية وانسجام تام بين معناها سواء العضاء المكاتب الاختراع او رؤساء المراكز او المساعدين متاحهم وكذلك معناها ثم انسجام تام بين كافة الاطراف المتدخلة في هذه العملية الانتخابية يمكن بالمنقارنسي كمال بانتخابات 2011 هل انه المواطن التونسي اليوم عنده نفس الحماس متاع سنة 2011 هل انه خاصة احنا في منطقة حي الورد اللي شهدت منذ ايام معناها عملية امنية لهنا اثرتش هذه على النفسية متاع المواطنين والله انا نجم نقول لك العملية الامنية اللي صارت معناها حديثا بالعكس كان عندها حافز وكانت معناها اثرت ايجابيا وليس سلبيا في العملية الانتخابية وانا شاركت مثلا في الانتخابات متاع 2011 وهذه الانتخابات الثانية نشارك فيها معناها في العملية الانتخابية بالعكس لاحظنا اخبال كبير بالنسبة لهذه الانتخابات اي انتخابات 2014 شكرا لك سي كمال احنا بيدنا نفس الرسالة كنا وجهناها السباح نعود ونوجهها توا ماذا بينا الناس اللي ما هابتتش لتنتخب تهبت توا وتستغل الفرصة هذه نعودو لكم في موعد اخر من مكتب جديد في ولاية منوبة شكرا لك